احنا اتكلم النهاردة عن حاجة يعني متكررة بشكل ضخم وحاجة كده بتسري في البيوت لغاية ما يحصل انا بسميه الشلل النصفي يحصل في البيت كده كأن البيت فيه مشكلة احنا خلاص تعودنا على حلقة يوم الحد بنتكلم فيها ازاي هنحصن بيوتنا من شبح الطلاق وازاي هنكون وقفين بكل وعي وبكل فهم لمصيبة الطلاق دي بتيجي منين ايوة اسمها مصيبة لازم نفهم كده هيبتيجي منين ساعات بتيجي من حاجات صغيرة وحنا قلنا قبل كده ان الجواز ده سفينة والسفينة دي ممكن تغرأ من ابسط حاجة انا هنا هكلمكم عن حاجة بنشوفها في حالات كتيرة ما بين الازواج والزوجات هو بيشتكوا منها بيشتكوا من ايه؟ من اهمال شريك الحياة صحيح احنا في منبقات الطلاق بنتكلم عن حاجات اكثر اتساعا بس انا احنا وبنعالج الكلام ده في برنامجنا بنتكلم في اشياء تفصيلية بيشتكوا من الاهمال والاهمال ده في الحقيقة من اكتر الحاجات اللي تكسر وتشوه وتتعب وتحرى القلب وتحسس الانسان بانه مالوش ايمة ليه؟ لان في خلل في حقائق موجودة في الجواز في حقائق موجودة في الجواز كده اللي لازم نفهمها اول حقيقة من حقائق الزواج فكرة ان الزواج ده علاقة ليها الاولوية الجواز ده العلاقة ليها الاولوية حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم على النفقة ويقول ان افضل دينار دينار تنفقه على اهلك ايه ده؟ يبقى الجواز دي علاقة ليها اولوية اولى من العمل المجتمعي اولى من النشاط الخاص بالانسان فعلاقة الجواز دي علاقة ليها الاولوية ومعنى ان ليها الاولوية يعني لو خيرت بان انا اخرج اعمل عمل مجتمعي ولا اصلح في بيتي واراعي بيتي لا اراعي بيتي الاول فعلاقة في العلاقة الزواج دي علاقة ليها اولوية طيب اذا اخرج وارفع عن نفسي ولا ان انا الحق حاجة ممكن تشتعل في بيتي لا الحق حاجة ممكن تشتعل في بيتي طب ليه؟ عشان الحقيقة فيه حقيقة اسمها الاتحاد الزواجي يعني ايه الاتحاد الزواجي؟ الاتحاد الزواجي ده ان احنا لما دخلنا في الجواز ما بقاش انا وانا بقينا احنا بقينا بنفكر في الاسرة على ان احنا مع بعض وتعاونوا على البر والتقوى خلاص بقينا اتنين مع بعض ما بقاش كل واحد في حتة ومن اكبر المشكلات اللي بتحصل في الجواز وبيكون سببها ان احنا بنتكلمش على اننا احنا كل واحد فينا بيتكلم انا وانا الحاجة التالتة والمهمة حاجة مهمة او اوي الصدق الزواجي يعني ايه الصدق الزواجي؟ ان كل واحد فينا يكون صادق في التعامل معه مع شرك حياته الحاجة التالتة الاخلاص الزواجي الليه هتبقى كارثة فيه لو كان فيه خيانة اخر حاجة ان الجواز ده زي ما انتوا عارفين انا بحب دايما بقول ان الجواز ده مولود جديد ما بحب ستسميه شركة يعني ايه؟ محتاج هناية وتربية ومحتاج يتغزة وكمان يتحسن